ازايكو بنات عاملين ايه? انا هنسابت ميكوب ارتز. بعمل وصفات وخلطات للعناب البشرة والشعر وصفات للمطبخ. لو اول مرة بتشوفيني عامليني اشتراك في القناة وفعالي زر الجرس ولايك وكمنت. اه النهاردة جيالكم بلوك جديد. اه هنعمل لوك العين حلو قوي. تابعوا الاخر الفيديو. اه طبعا انا اه طبعا قبل كده جبت اه تأسيس البشرة. انا ببدأ لكم دلوقتي من بداية ما انا ببدأ اه اشتغل بالكونتور والكونسيلر. جهزت البشرة وكل حاجة. اه حبدأ دلوقتي اعمل دمج لكل الخطوط اللي انا رسمتها دي من الكونتور والكونسيلر. اه بعمل عملية دمج بش بيبقى الدمج. انا كلامي دلوقتي موجه للبنات المبتدئين في الميكوب ارس. انا بعمل تابع على نفس الخط في مكانه. مش مش بطلع كتير. بس انا بدمج شوية في الكونتور بس في نفس المكان. هبدأ دمج كده زي ما حضراتكو شايفين. كله في نفس المكان بتاعه. سواء الكونسيلر او الكونتور. كده بعد ما ثبت بلوس باودر. انا اشتغلت بلوس باودر اه لورا مارسي. اه اه درجتين. درجة تحت العين اللي هي اماكن الاضاءة. وفوق المناخير. ودرجة تانية اغمأ سيكا شوية شوية لباقي الواجه. دلوقتي انا هبدأ اشتغل في الحواجب. طبعا مهم جدا ان انا هطلع لك الحواجب يبقى ناترال تبقى طبيعي. يبقى بالشعراية. انا بشتغل بمصاحح فور ايفر. آآ ببدأ ما بمشيش خطوط آآ كاملة عريضة. انا بخطوط صغيرة كده بالشعراية كاني برسم بالشعراية. وطبعا انا نزلت فيديو قابل كده لشارح آآ رسم الحواجب. فانا مش هطول عليكوا قوي في رسم الحواجب زي ما حضراتكم شايفين كده. في قدام كده في في الشعريات القدام ده انا كده برفع آآ الشعريات عشان يدي شكل طبيعي. كده بدأت با آآ بحدد او بنضف تحت الحاجب بالكونسيلر. انا آآ في في التنظيف ده شغالة كونسيلر آآ كيرلان. طبعا انا بشتغل بحاجات آآ آآ هاي اند. في حاجات دراج ستور على فكرة ممتازة جدا. وحنزل ريفيو على الحاجات الدراج ستور اللي هي آآ ممكن لو حابة تبدأي بيها آآ وعلى فكرة حلوة جدا وميكوب ارس كثير بيشتغلوا بيها آآ بعد ما آآ بحدد وبنضف تحت الحاجب آآ ببدأ اعمل تاب آآ آآ طبطب كده بالبيوتي بلندر. وقبل كده طبعا قلت يا جماعة البيوتي بلندر مهم جدا يبقى فيها آآ حاجة بسيطة قوي آآ مية. علشان آآ تساعد معايا في الدمج. او في الطبطبة او في التاب او الحاجات اللي هي آآ بدمج فيها. كده آآ خلصت كده طبطبة. هبدأ اشبت آآ الكونسيلر اللي انا نضفت به تحت الحاجب. بالشكل ده. كلامي كله بيبقى بسيط بدون كالكعة كتيرة في الكلام. علشان اوصل معلومة بسيطة للمبتدئات في الميكوب ارس كده بعد ما خلصت خلاص الآآ سبت الآآ بالكونسيلر اللي انا سبت بالآآ بدأ كومباكت آآ فور ايفر. آآ لأ سوري كومباكت ماك. دلوقتي حبدأ في اللون الانتقالي فوق العين. حبدأ من 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 عند عظمة الحاجب. وابدأ قدي آآ افرش آآ او اعمل دمج للون جوه وبره. زي ما حضراتكم شايفين كده. هدمج اللون حلو قوي. عشان ما تبقاش فيه حتة آآ مقطعة او مكسرة او تدي افكت وحش جدا. كده زي ما حضراتكم شايفين بدمج. بسحب اللون بره وجوه. اللون الانتقالي مهم جدا يبقى لون آآ ناعم جدا. وطبعا لما ببدأ في رسمة العين باللون الاساسي بدمج اللونين مع بعض كويس جدا ودي مهمة جدا عشان ما يبقاش آآ شايفة انه الالوان كلها كل لون في حتة لوحدها زي ما حضراتكم شايفين. بدمج اللون بتاع رسمة العين. الشكل ده. دي فرشة جيسيب يا جماعة. آآ ماتريال حلوة جدا وسعرها كويس خالص. آآ رسمة العين دي هتبقى كات كريس. وبدمج اللون الانتقالي مع لون الشادو. الشكل ده. انا مش عايزة اقول مصطلحات صعبة جدا عشان البنات المبتدين طبعا آآ هنزل آآ فيديوهات آآ آآ اسماء رسمة العين. هنزل آآ فيديوهات للمنتجات او الماتريال اللي انا جبتها ومعجبتنيش. وللمنتجات برضو الحلوة. ده آآ آآ جلو آآ نيكس. حلوة جدا 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 جدا. بسبت حلوة جدا. آآ هوزع بالشكل ده. زي محضراتكم شايفين. هوزع يعني هقطع الكات كريس بتاعتي. طبعا انا بقطعها بدون اي آآ عشان في انا شفت حاجات ناس بتجيب زي آآ كده. طبعا ده كلام مش منطقي ابدا. طول ما انا خنانة وخدت السكة دية لازم ابقى شطرة جدا واقدر اقطع الكات كريس. ويبقوا الاتنين زي بعد بالزبط. بعد ما قطعت الكات كريس حبدأ آآ اجيب آآ كنت جايب آآ جليتر آآ كيرولان. آآ حبدأ اعمل تاب كده على الجلو. بالراحة جدا. زي ما حضراتكم شايفين. طب تاب تاب كده فوق الجلو عشان يزبط. وبعدين على فكرة الطب طبع دي بصبعي مهمة جدا جدا. ولو جربتيها هتلاقي بتجيب آآ النتيجة حلوة جدا. بدخل ده جوه المسام الرفيعة جدا اللي فوق العين. هابدأ برضو اتاب كده بالجليتر. بالشكل ده. الموضوع سهل جدا. المهم تكون عندك البداية ان انتي آآ تستقبلي المعلومة صح. وتستقبليها من مين? انا آآ حرفيا بجد ببقى بشوف فيديوهات آآ لو اي حد مبتدق حرفيا هيتعقد يعني هي شوف الكلام الصعب جدا اللي بيتقال. طبعا لازم تعرفيه ولازم تفهمي كل حاجة. انا كده برسم الايلينر. وسط ما انا برسم الايلينر هاتكلم معاك وكده آآ كلام بسيط جدا. آآ يا جماعة الفكرة كلها في موهبتك اللي ربنا الدهالك. انك تبقي آآ شطرة. آآ دي آآ بالممارسة طبعا. وانك تبقي مبدعة بالمبارسة. بس اهم حاجة طبعا الموهبة اللي ربنا بيديها لكل واحد. كده انا رسمت آآ العين. آآ اولا انا رسمت بايلينر آآ محمود سعيد. محمود سعيد آآ آآ ايلينر فحمي. وسواد وقاتم جدا. آآ بس انا شخصيا آآ بحبه جدا. بعد كده بعمل مسكرة للحواجب بمسكرة كاراكتر. حلوة جدا وسعرها حلو برضو مش غالي. وبعد كده آآ بلزق رموش. يعني فكرة رزق رموش ده حاجة سهلة جدا. لانه بنات كتير جدا جدا. بتبقى خايفة من لزق الرموش بالذات. سهلة جدا. وبعد كده حبدأ احدد الروج. آآ التحديد كان قلم فور ايفر. والروج كان آآ تارت. آآ فانا بصي. هعمل لكم فيديو لمنتجات دراج ستور. وهعمل لكم فيديو لمنتجات كلها هاي اند. وهعمل لكم فيديو لمنتجات رخيصة جدا موجودة في السوق كوبي كده. آآ دي المرحلة دي مرحلة زم الشفايف. زم الشفايف يعني آآ مش فكرة تصغير البؤ قد ما هو انا بزم شكل الشفايف. بيبقى شكلها حلوة جدا آآ بعد الحركة دي. بدي كده آآ شوية شهده كده تحت العين. عشان آآ بتدي شكل حلو. بتدي وسع للعين حلوة جدا. كده اللوك بتاعنا خلص والموديل الامورية كده بعد ما اللوك بتاعنا كله خلص آآ عملنا فورمة بسيطة جدا. ولبس فستان جميل جدا. يا رب تكون آآ النهاردة عجبتكو. يا رب اكون افادتكو. ولو افادة بسيطة بسيطة جدا.